لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد امر اخر ان نتبون لما رجع الى الجزائر ظهر ثلاث مرات وظهر المرة الرابعة ظهر المرة الاولى عند عودته ظهر المرة الثانية في صورته من لم اجتمع مع شانكريحة ظهر المرة الثالثة في توقيعه الى قانون المالية هي 2021 والمرة الرابعة في اجتماع مجلس الوزراء ايضا في هذا الاجتماع لم يقف الرئيس ظهر جالسا مباشرة وكان المعتاد من قبل ان الرئيس يأتي ومعه الوزير الاول يدخلوا الى قاعة الاجتماع ليعقد فيه مجلس الوزراء هكذا كان متعارف عليه ما فيش قانون يفرض هذا ولكن كنوع من من العادة المتعارف عليها الرئيس ظهر مباشرة جالس مما يوحي على ان الرئيس مقعد مقعد على كرسي متحرك وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من قبل ان الرئيس عاد على كرسي متحرك الاشكالية هنا انه لا تجد شفافية الان كل الجزائريين مقتنعون بان الرئيس مقعد وعلى كرسي متحرك لم يظهر على كرسي متحرك ولكن لم يظهر واقف ولم تظهر بيانات توضح هذه الوضعية الوزير الاعلام والناتق الرسمي باسم الحكومة عمار عمار بن حيمر تحدث هذه المرة على بعض الامو في حوار مع الشرق الاوسط قال بن حيمر انه تم التعامل بمنتهى الشفافية فيما يخص مرض رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون واضاف الرئيس تبون من بين تعهداته في حملته الانتخابية في حملته الانتخابية هو التعامل بشفافية ووضوح وهو ما تم بالفعل مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا ثم تم إخبار الرأي العام بكل ما يخص وضع الرئيس ومتابعته العلاج وحتى بعد نقله إلى المانيا وأنتم تعرفون أن الشعب الجزائر أذكى من أن يصدق الشائعات التي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها وهدفه دائما هو ضرب استقرار البلد فأكد أنه وجود قانون خاص المهم هذا كلام واضح فيه الكذب ولغة خشب يا وزير الإعلام حقيقة قلت بأن الرئيس دخل في حجر صحي طوعا ولم يكن كذلك كان ذلك يوم 24 أكتوبر والرئيس لم يظهر منذ 15 أكتوبر لما استقبل وزير الخارجي الفرنسي والمعلومات التي قدمناها عن إصابته بكورونا سبقت ذلك وهو الذي أكدها الرئيس بنفسه في أول ظهور لي في 13 ديسمبر 2020 لما قال بأنه أنه أصيب بكورونا منذ شهرين منذ ما يقارب شهرين وأيضا قال أنه تم أخذه على جناح السرعة إلى ألمانيا كما تعلمون منذ ما يقارب شهرين وخذتوا إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا وكل ذلك يثبت أنه ما أعطيته رئاسة الجمهورية وما نشره الإعلام الرسم كله كذب في كذب حقيقة قلت أنه الرئيس تخلي في عزلة أو في حجر صحي طوعي بسبب إصابات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولكن الرئيس في ذلك الوقت لم يكن حجر صحي طوعي كان راقد في الفراش وما قلتوش بأنه مريل بكورونا إلا بعد فطرة إلا بعدما جات برسلات ومن بينها رئيس برقية من الملك السعودي قال فيه يتمنى له الشفاء بعد إصابته بكورونا حتى لما نقلته إلى عين النعجة قلتم بأنه تم نقل العين النعجة بناء على توصيات من الأطباء وره يتابع في مهامه كذا وكذا وهذا كذب نقلته وهو نائم وراقد في غيبوبة وبعدها في غيبوبة العين النعجة ومن ثم مباشرة نقلته إلى ألمانيا لم تخبروا الجزائريين أنه في غيبوبة قلتم بأنه من أجل إجراء فحوصات معمقة وبعد ذلك تختفوا تأطوه معلومات بأنه يتمثل للشفاء والبروتوكول وكذا 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 هو الآن أنت تتحدث يا وزير الإعلام عن الشفافية الآن الرئيس مقعد هيا أشرح للجزائريين الحقيقة قولوا للجزائريين بأن الرئيس عاد على كرسي متحرك وهذا واش صراله في رجله لم تخبروا الجزائريين أتحداك أن تظهر لي بيان واحد ظهار بهذا الخصوص وكل الجزائريين يتساءلون على رئيسهم اللي مقعد ولم تظهروا كيفاش نزل من الطائرة ظهرته جالس في مطار بوفريك العسكري بعد ظهرته جالس مع شنغريحة وبعد ظهرته جالس يوقع في قانون المالية مع عدد محدود في مكان ما وبعد ذلك ظهرته جالس في مجلس الوزراء هيا ظهره وقف أو قولوا ما هو سبب عدم وقف إذا قلت أهرك شفافية عملتم بشفافية الغريب في الأمر أن الوزير بالحمر تحدث أيضا في حواره هذا بأن الجزائر تساند الشعوب التواقة للحرية صح كانت الجزائر لكن الجزائر الحالية هل ساندت الشعب السوري الذي تعرض إلى حرب إبادة وتدخل خارجي بل ساندت بشار الأسد ووزير الخارجية لما مات وليد المعلم وزير خارجية بشار الأسد راح عزاه مؤكد بأن الجزائر تقف مع سوريا يعني تقف مع النظام نام الأسد وتباهى بذلك والتقارير الاستخباراتية التي كشفت تتحدث عن ضباط جزائريين زاروا سوريا من جماعة الدياراس وما أشني عارفوا وضباط مخابرات سوريين أيضا زاروا الجزائر وهناك وتلقوا دورات فيما يخص تحويل الثورات إلى إرهاب وكثير من الأمور وعندي تقارير الاستخبارات سأنشره سأنشره في أحد المسؤولين الآن أراه وتولى مسؤولية في أحد تبون المخابرات السورية دارت معه جلسة ودارت تقرير على وش قالهم وسأنشره في مدخلات لاحقة سأنشره وأذكره بالإسم وخليه يكذب أو ينفي أو يدير وشهد وينها أين هي تواقض لغة الخشب ياب الحيمر رو تجاوزها الزمن الجزائريين قول أن تقول عليهم أذكى نعم ذكاء الجزائريين خلاهم ما يصدقوش الإعلام الرسمي هذه رك صدقت فيها وأنت كذوب حقيقة صدقت فيها هذه أن الجزائريين رهم أذكياء ومن ذكاءهم دفعهم أنهم يجيبوا في أخبار الرئيس من شبكات التواصل الاجتماعي ومن جهات مختلفة ولم يصدقوا يوما بيانات رئاسة الجمهورية وعد أنت بنفسك أيها الوزير إلى تعليقات الجزائريين عن كل بيان تنشره صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك شو تشوف أنهم ولا حد صدقوا باستثناء الزباب الإلكتروني هذا شأن آخر إذن أين هي الشفافية وأين هو الوضوح وأين هو هذا الكلام إذن إخواني الكرام عام أن الجزائر تتعامل بمنطق بتفليق بحث منطق لم يتغير هو منطق التضليل منطق الكذب منطق إخفاء الحقيقة لما تأتي أخبار من طرف جهات معينة تكشف حقيقة ما يحدث أو مرض الرئيس يعتبرها مؤامر على استقرار البلد أنتم بمنطق التضليل والكذب والمعلومات الغير الصحيحة التي تنشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإعلام الرسمي هو أكبر مؤامر على استقرار البلد لما يخلي الشعب يبحث عن الحقيقة في جهات خارجية أما لو كنتم طعتوا الحقيقة وكانت فرصة مرض الرئيس فرصة ذهبية رغم أنه دا لكن فيه بعض المنافع أنكم لو خاطبتم الجزائريين بطريقة غير طريقة متفليق ولكن للأسف تعاملتم بطريقة غير شفافة وغير صحيحة بالمرة ولا داعي أن تلونها وتعطيلها أبعاد أنها مؤامرة وأن الجزائر تتعرض بسبب مواقفها لدعم الشعوب والكلام الفارغ هذا الذي لا يؤتي أكله هذا كله فقط باش تبرروا مواقفكم من الصحراء الغربية إيا فاقت ويربط دائما قضية متحدث الجزائر بمواقفها في فلسطين وكذا وكذا هذا كلام فارغ هذا لم يعد يصدقه أحد يا بالحيمة هذا كلام فارغ لم يعد محل تصديق من طرف أحد العالم مفتوح والعالم تحول إلى قرية صغيرة والمعلومة عابرة للحدود والقلوب والجنوب والبنود وتنتقل من مطبخ إلى مطبخ في ثواني أنت الآن جيت خاطب الجزائريين بعقلية الحزب الواحد وزمن إذاعة صوت العرب وما إلى ذلك نحن في زمن المعلومة العابرة للقرات والعابرة للحدود والعابرة لكل شيء يجب أن تكون هناك أسليم أخرى في التعامل مع الشأن العام أما إذا بقيتم على هذا وطرون ما أكذيبكم هي عبارة عن شفافية فأعتقد فأنتم تحفرون قبور للجزائر وليس للجزائريين فقط لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله